سابقة مبارح والنهاردة خارجية الاسيوبية باعتت رسالة للمجلس الامن الدولي قالت ان مصر والسودان يتفاوض بغير حسن نية يعني هي بتلقي المسؤولية على مصر والسودان ده الجانب الاسيوبي ابي احمد من يومين عمل فيديو على صفحته وكتب وقال الملء التاني وان احنا مش هنؤثر لا تأثير على حصة مصر والسودان من المياه اسيوبيون حطونا او ربما خلال شهرين من دلوقتي هيحطونا قدام امر واقع احنا والسودان وزارة الرأي ردت من شوية على اكاذيب اسيوبيا اسيوبيا قالت ان احنا مش هنعطش مصر والسودان وان احنا هنفتح بوابتين البوابتين دول هينزلوا مية تكفي حاجة مصر والسودان طبعا البوابتين دول تبقى لوزارة الرأي المصرية من شوية ان دول خمسين مليون متر مكعف في اليوم اللي هما لا يكفي مصر ولا يكفي السودان ولا وهيكون تأثيرهم سلبي علينا وهيكون تأثيرهم سلبي علي الاجراءات الخاصة الفنية بنهر النيل طبعا احنا بنتكلم في هذه البيانات وزير الخارجية موجود حاليا في جولة افريقية ينقر رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول في العضاء في عضوية غير دائمة في مجلس الامن النهاردة كينيا وبعد كده هيتوجه الى جنوب افريقيا رايح سنغال ثم تونس برسائل من الرئيس حول الموقف الاخير لمصر فيما تعلق بسد اسيوبيا من الاخر السد ده لو قدام امر واقع هيبقى عندنا ازمة بغض النظر احنا بنعمل ايه اجراءات انا بتكلمش على السنة دي ولا بتكلم على السنة الجاية ولا عشر سنين انا بتكلم على اربعين خمسين سنة قادمة هنعمل ايه في موضوع المية مش هتكلم ان احنا عندنا ميتنا النهاردة تكفينا النهاردة والسنة الجاية وعملين احتياطاتنا وتجهيزاتنا وكلام كله هايل بقولش لا طيب بعد اربعين سنة الاجيال القادمة واللي بعد القادمة والاحفاد واللي بعد واللي بعد هيعملوا ايه في موضوع المية هيعملوا في موضوع السد مش بتكلم النهاردة ولا بتكلم بعد اربع سنين هنعمل ايه ولا عشر سنين ما بتكلمش في ده خالص انا بتكلم ما بعد عشر سنوات هل المية لو اسيوبيا عملت المال التاني وبعد كده الرابع وبعد كده السبعتاشر وبعد كده الاربعة وسبعين مليار متر مكعب وبعد كده بالقطارة تدينها اللي هي عزاها وقت ما هي عايزة تفتح الحنفية أو تنفي الحنفية كما تشاء وبعد كده تعمل السدود الباقية السدين الثلاثة الاربعة اللي بعد كده يبقى زي ما قال اعتقد سيد الوزير نصر علام لهم كان معنا تحجز متين مليار متر مكعب الموضوع يا جماعة حدش يبص على النهاردة ولا يبص على خمس سنين جاية ولا عشر سنين الخطورة اللي اسيوبي بتعمله النهاردة ما بعد عشر سنوات هنعمل ايه نتكلم على حق نينا اسيوبي مش عايزة تعترف بيه مش ممكن احنا كل شوية بندفع مليارات في موضوع المية وتحليط المية ومعالجة المية وبعد عشرين سنة هنعمل ايه وبعد تلاتين سنة الناس هنعمل ايه طب اذا النهاردة الدولة عندها قدرة بعد تلاتين سنة الدولة عندها قدرة بعد عشرين سنة الدولة عندها قدرة تجيب فلوس وعندها تحليل وعندها محطات ما نبصش عشر سنين ولا اتحدث الايام دي ما عندناش مشكلة واللي جاية ما عندناش وانا بقول اوه ما عندناش ولا خمس سنين عندنا ازمة خالص لكن بعد عشرين سنة عندي ولا معديش لا هيكون عندي ازمة اذا لم يكن هناك تحرك وقرار واجراءات معينة ما عرفش ايه الاجراءات احنا بنشتغل على كل الاصعيدة بنشتغل دبلوماسي بنتحرك سياسي بنتحرك مع كل الناس احنا بنتعامل مع دولة غير ملتزمة باي اجراء بتاخده ولا باي كلمة بتقولها عندهم هدف واحد ان انت ازاي تخضع مصر والسودان لابتزاز الجانب الاسيوبي النهاردة وزارة الرأي المصري ببانها بتقول انه الساد ده غير جاهز لتوليد الكهربا يبقى الموضوع سياسي ما لوش علاقة بكهربا ليه علاقة باوضاع داخلية في اسيوبيا طيب احنا من الاول عارفين كده المدالين لما خفض البوابات ستاشر خلاهم تلاتاشر عملت عليها في بعض المناطق وتعليها في مناطق اخرى بطريقة غير فنية فتح بوابات وقف البوابات عملت عليها بجزء فني وبعدين شاله ورجع عمله تاني كل ده بيأكد انه الساد ده مبني بالاهواء مش مبني بناء على اسس علمية ولا تقنية قادي قالك المية هنفتح لكم شوية مية هنديكم جيركنين مية هنبعت لكم كل شوية نبعت جيركنين تلاتة قادي الفيديو اللي قدام حضراتكم اللي الرئيس الوزراء الاسيوبيا بيحمد حطوا على صفحته من يومين ده احدث فيديو ليه فانت النهاردة بتحط مصر والسودان قدام ايه عايزي تاني بقول بيحطونا قدام امر واقع السيوبيا غير جد السيوبيا لن توقع ابدا علي اتفاق مهندس محمد غانم مساء الخير فانت مساء النور يا فانت السيوبيا حضراتكم قلت درواتي ان هناك